اشتركوا في القناة وفي الوقت الحكم الدولي الكبير كابتن أمين عمر كابتن أمين مشرف ومنور أنا اللي بتشرف بحضرتك يا أستاذ كريم وشرف ليه اللي أنا متوجد معك شرف كبير ليه وانتو شرفتنا في كاس الأمم الأفريقية ربنا خليك الحمد لله احنا أول حاجة بنلعب باسم مصر وباسم التحكم المصري فلازم نكون على قد المستوى قل لي اختيارك في كاس الأمم الأفريقية اجيز ازاي بالنسبة لك كان مفاجأة بالنسبة لك كنت متوقعه المباريات اللي قدرتها في كاس الأمم الأفريقية نفسها انت كنت متوقع انك تديرها يعني احكي لي الكواليس الاول قبل ما نخش في البطولة نفسها هو بالنسبة للاختيارات وانا الحمد لله من ضمن 20 حكم محترف في أفريقيا على مستوى القارة كلها فاحنا عملنا معسكر قبل البطولة بشهرين كان في مصر هنا فبناء على اختبارات المعسكر ده من اختبارات اليقى بدنية فنية بيتم ترشحنا من خلال المعسكر فتون ما انت شغال كويس في المعسكر وبتنجح يعني الى حد ما بتبقى متطمن اللي انت ان شاء الله هيكون الترشيح ليك انت قدرت الرأس اللي اقدر بكينا قدرت غينيا وجنبيه في دوري 16 وكنت موجود في مباراة تونس ومريتاني حكم رابع وحكم رابع في مباراة غينيا الاسلوية وسيريليون ايه المباراة بالنسبة لك كانت اصعب او المباراة اللي كانت تقيلة عليك او مش تقيلة عليك عفوا اقصد انها تيلة علي قلبك حيث ان المباراة صعبة لا هو كل المباراة صعبة من نسبة لنا انت حكم بتحكم اي مطش وانت بتتكلم في بطولة كبيرة في افريقيا اكبر بطولة فكل المطشات صعبة وكل الفرق مستعدة وكمان دلوقتي في الكورة مبقاش في فرقة كبيرة وفرقة صغيرة كل المستويات احنا شفناها متقربة نتائج كانت متقربة جدا يعني غينة تطلع من الدور الاولاني الجزائر بطرة افريقيا واحسن منتخب بقاله 3-4 سنين يطلع من الدور الاول فانت كل الفرقة الصغيرة يعتبر يعني بالاسم الصغيرة بس مستوها من الفن كبير جدا في البطولة فما فيش مطش سهل خالص المشاركات المصرية كانت مشاركات محترمة في كأس الامر افريقيا بكلم عن مستوى التحكيم ده في الوقت دايما يبقى في انتقادات للتحكيم في مصر من اندية من جماهير وكانت المشاركات عظيمة وكبيرة في كأس الامر افريقيا والحمد الله يعني ربنا كرمنا انا والزملائي الحمد لله البنة ومعروف لما لعبنا وكابتن عشور وابو الرجال واحمد حسام في الفار ولما كانوا بيلعبوا معنا مساعدين الحمد لله احنا كنا على قدر المستوى وكنا هدفنا واحنا خارجين من مصر اللي احنا نشرف نفسنا وانشرف بلدنا وانشرف التحكيم المصري ده اللي حصل خاصة انه وده انا اللي هقوله يعني بعيد عنك كنته انه كان فيه مستويات غريبة في التحكيم في كأس الامر افريقيا بعض الحكام مش كلهم يعني بعض الحكام عملوا مواقف كثيرة جدا في هذه البطولة بعيدا عن دول بقى هتلاقي الحكام المصريين في كل المباراة اللي قدروها ولا حكم مصري كان فيه انتقادات كبيرة ولا حكم مصري كان فيه هجوم عليه كلهم قدوا مباريات كبيرة ومباريات مميزة ورائعة جدا احكي لي بقى الاجواء نفسها في الكاميرو في كأس الامم الافريقية الاجواء كانت سهلة الاواق كانت بسيطة الظروف كانت عاملة ازاي في موضوع التدريبات في المباريات احكي لي التفاصيل لو طبعا احنا مشينا من القاهرة روحنا على دولة ده مقر الحكام هناك اعادنا في الفندق عملنا طبعا معسكر قبل البطولة عشر تيام اعملنا اختبارات اليقى بدنية واختبارات في القانون واختبارات فيديو تيست أوف سايت تيست الاجواء هناك جو طبعا صعب جدا دولة دي السنة كلها الرطوبة 95% درجة حرارة 35% دي اقل حاجة وبتطلع طبعا الاربعين جو صعب جدا الاكل بالنسبة لنا احنا طبعا ما بناكلش اي حاجة غير السمك بس ورز ومكارونة يعني الاكل بالنسبة لنا برضا كان فيه مشكلة كنا طبعا واخدين اكل معانا من هنا عادنا الاسبوع الاولاني قبل البطولة ده يعني لحد ما كان فيه صعوبات شوية بس بتدينا نطاق اقلم يعني معا طيب قبل ما اكمل في موضوع التحكيم لازم اتكلم معك كمشجع مصري حكيلي كده احساسك وحياتك في الكاميرا الوقت ما كان منتخب مصري بيدعب ووقت منتخب مصري كان بيكسب ووقت منتخب مصري كان بيقدي مباريات كبيرة احساسك كمشجع بقى وانتهناك لا احنا كنا مشجعين درجة ثالثة اولا احنا رحنا كلنا ماتش كود ديفوار دور الستاشر لانه كنا عندنا في دولة فاحنا طلبنا من اللجنة اللي احنا نروح فروحنا وكان معنا مجموعة من حكام الافاركة والعرب كمان معنا بيشجعوا احنا كنا مشجعين درجة ثالثة ما كناش حكامي يعني احنا كنا عاديين في الزون بتاعنا كان مخصص للكاف كان كاف ريفري احنا كان لنا مكان معين يعني احنا كنا عاديين لا احنا مصري ففي الجمهور المصري لما جيه في ناس كتير جدا احنا كنا عارفينهم وهم عارفيننا فراح عادناهم جنبنا وخدنا الاعلام وكنا زينا زيهم بالزبط بتشجع بقى خلاص خلص مصري واطلع شجع وقت خلص مصري مشجع درجة ثالثة مشجع بقلبي ومنتهى الحماس واول ما صلاح جاب لدربة الجزاء الأخيرة انفجرنا من طبعا انت بتنسى اللي انت حكم انت مصري ممكن اسألك بقى بمشجع الدرجة الثالثة تمام ملوشها لقب التحكيم خالص التحكيم خالص انت وانت بتقاد في المدرجات بتبقى عامل زينا يا جاد عادي انت حسب لدربة الجزاء دي حرام عليك الكرة يعني بتعمل كده انت عارفت انت اللواتي بكل سيد مشجع احنا اقول لحركة الحاجة احنا احنا كحكام نفسينا لما بنلعب كرة مع بعض بنعمل كده بنعترض طبعا بنعترض على زمائلنا بنعترض على الحكام اللواتي انت بتنسى نفسك اصلا انت في الكرة بتنسى نفسك بتبقى عايز كل حاجة ليك صح بدون قصد بدون قصد طبعا ودي تخليك تتفاهم مواقف الناس اللي بتبقى وانت بتلعب في المباراة اعترضاتهم عليك بتبقى انت فاهمها طبعا يعني متعايش معاها مش بالحسنة يا غريبة لا 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 عادي عاصل انت بشر شي طبيعي اللي انت بتلعب كرة بتبقى عايز كل حاجة ليك او انت لو عملت خطأ لا ده مفاش حاجة من وجهة نظرك اللي هي مفاش حاجة بس هو بيبقى خطأ صح وانت بقى عايز في المدرجات وعاعد جنب الجماهير وبتاعي طبعا انت طول الوقت انا عز اقول لحضارك اللي كان فيه حكام من دول تانية كانوا عاديين بيصوروا مفعلاتنا اصلا اصلا اه ويعني كانوا بيتكلموا انت زي بتعترض دازميلنا اه طب بتعترض بس انت طبعا بتنسى كل ده بتشجع بلدك بيصوركم من منطق الهزار ولا منطق الهزار لا لا بالهزار طبعا ولا بالهزار شو بيعترض على الحكم لا لا خالص طبعا الجميل ايه اه طبعا انا بعترض معاه بتعترض اصلا ايه حاجة المصر اخيبلي مش حارف ايه بتحرام عليك ضرب الجزاء اه طيب ده كاسي الامم الافريقية والشغل العظيم اللي منك ومن زمالك بصراحة في كاسي الامم الافريقية ما فيش ولا حكم اعترضه لما بنيجي هنا في مصر وانا برضو هتكلم معك بشكل عام مش هسألك على حاجات بعينها دايما فيه في مصر كلنا بدون استثناء يعني اعترضات على الحكام طول الوقت يا جماعة مستوى التحكيم في مصر يا جماعة احنا لازم نعمل مباريات كبيرة يا جماعة ازاي كل الكرة بتتقدم في مصر ومستوى التحكيم قليل واحيانا الناس بتقولك كلمتين دول بمنطقة ضغط الجماهيري يعني اطلع اولي اصلا مستوى التحكيم قليل عشان الناس ليس على الحكم انت بقى وزميلك انت تحدينا تخليك وانت قاعد معايا بتعيش المواقف دي ازاي والله بص انا بافصل نفسي خالص بالتقليل كل شوية انا بكلمك على التقليل الحكام عندنا مش كويسين حكام عندنا مش كويسين كل شوية انا لو تبعت كل الكلام اللي بتقال ده هيهبط مني ويقلل ثقة في نفسي ويبقى علي ضغطة هنزل اذا لو حسبتي دي هيقول علي كذا لو ما حسبتش دي طب ايه اللي هيتقال فهيشتت تركيزي عن المطش لكن انا بافصل نفسي خالص انا بنزل عايزة بقى رقم واحد ايوة عايزة بقى احسن واحد في الملعب انت فيه فرقتين عايزين يكسبه انا الفريق التحكيم عايز يكسب وعايز يبقى احسن واحد مش عايز حد يغلط يعني انا نازل مش عايز اغلط بالعكس انا عايزة بقى احسن واحد عشان لما ناس تتكلم يقولك لا ده الحكام كويسين صحيح فما فيش حد عايز يغلط صحيح فانا بنزل مركز اللي انا ابقى احسن واحد في الملعب وحنا بشر يعني في الأول في الآخر انت بشر شيء طبيعي اللي انت تغلب صحيح طيب يتقال لك أصله يعني فيه أسماء كده حكام يقول لك أصل الحكم ده أهلاوي أصل الحكم ده زملكاوي أصل الحكم ده مش عارف بيشجع المصري أو الإسماعي أقول الحكم ما فيش حكم هيحب فرقة أكتر من نفسه الحكم عايز يبقى هو رقم واحد أنا دلوقتي لما شجع مثلا أي فرقة الفرقة دي هتفيدني في إيه لو أنا بحكم لها هتفيدني في إيه أنا مثلا جملتهم ما أنا اللي هتوقف صح وده أكل عيشي صح من اللي تضر؟ الحكم اللي تضر مش الفرقة صحيح فأنا مش هجمل لحد على حساب نفسي أبدا وإنت ليك أسرة وليك بيت وليك عيلة الكلام ده بيضايقهم يعني أنت الكلام ده بيأثر على مش على الحكم نفسه لا ده على أسرته كلها لما يمشي في الشارع أسرته والناس تتكلم عليهم رسائل كل الكلام ده بيضايق الحكم طبعا أنت بتري جملة مهمة جدا أنه بتعامله مع الشخص الحكم ده أنه هو شخص جامد كده اللي هو إيه أنا ههجمه هشتمه واتعانه في شرفه وفي زمته المالية وهو مش فهم أنه الشخص ده له أسرة وعيلة وإنت بتأثر في كيان بحاله يعني طبعا كله بتأثر البيت كله بتأثر والعيلة كلها بتتأثر بالكلام اللي بتقاب فإحنا لازم طبعا نفسل نفسينا عن الكلام ده عشان خطر إيه المباراة اللي أنت بعد ما خلصتها روحت بقى لقيت الدنيا مقلوبة راح علي ده أنا عندي أسرة وعندي عيشة وعندي حياة حد إيه قالك ما كانش مفوط تعمل كده عشان خطر الأزمة دي وإنت أملت إنه أزمة لا هو كان فيه ماتش الزمالك والإسماعيلي في الكاس اللي فات ده أنا طردت لعيب من الزمالك وطردت المدير الفني هجوم كاسح علي رسائل وشتايم مش أنا بس ده أنا والدتي ووالدي وزوجتي واخواتي طب ليه يعني مع إن أنا صح يعني قانون أنا طبقت القانون ماليش علاقة بقى مين ده مين ولا ده سين ده صاد أنا ماليش علاقة أنا بطبق القانون على الكل فدي أكتر مطشت هجمتي فيك بدون داعي يعني أنا زعلت فيه جداً وقفلت التلفوني مدة أسبوع لإن أنا مش عارف أقعد من كتر الرسائل والإتصالات الكاب الجيلة حاجة صعبة هجوم داري أه طبعاً بتحطي تحت ضغط الجمهور لما الجمهور مثلاً يزوم عليه أو يعمل ضغط عليه هو يتصرف إزاي فأنا في 2004 أول ما دخلت التحكيم حضرت مطش كان لمنتخب مصر فأول ما اسم الحكم تقال أول ما الإزاعة الداخلية بتقول اسم الحكم الحكم تشتع طب جمعه هو عمل إيه لسه ده لسه باسم الله الرحمن الرحيم بيقوله اسمه الحكم هجوم هجوم عليه فأنا عادت كده يا نهاري سود أنا هيحصل معي كده يعني خدت عادت مترد بلاش الشغلانة دي آآ أكمل فيها ما أكملش بس أنا لسه كنت لسه 18 سنة وكنت بلعب كورة فما كنتش مهتم بالتحكيم أوه في أول سنتين يعني كنت مركز في الكورة وابتديت بقى ركز في التحكيم أول ما بقيت درجة تانية كنت بتعب مع مين وقتها؟ لا أنا كنت بلعب في إيسكو كنت بتلعب في إيسكو تكب باسم الموتوليش بتلعب في العلو والزمالك لا 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 بلعب في إيسكو أنا مرة بس ألعك سألق سألق سألوله وآلأ أنا والدي كابتن محمد عمر ربنا خلهولي نجم النادي إيسكو انتماء الإيسكو قلبا وقالبا أنت بعيد عن الدوش لا لا بعيد عن كل حاجة يعني وكابتن طبعا أنا طلعت معاه من وانا طفل صغير حضرت حتى مطش اعتزاله وكان جايب النادي الأهلي في مطش الاعتزال وكرموا سيادة الوزير وزير الشباب الرياضة ساعتها فأنا من صغري وانا في النادي فحياتي كلها في نادي إيسكو طيب هقولك حاجة كنت مستني نبقى معي حكم دولي كبير أسأله السؤال ده بصراحة فضل وبرضه أنا متفي معاك أنه مش هنخش في حالاته في التفاصيل بس بحب الأسئلة العامة والأسئلة العامة دي اللي تهم الناس كمان يتقال دايما أنه الحكام كلهم كلهم بيخافوا من الأهلي والزمالك بيخافوا من الأجهزة الفنية الأهلي والزمالك في الملعب بيخافوا من لعيبة الأهلي والزمالك يعني أنت كرارك بالطرد أو الإنذار ممكن يبقى أبطأ أو أضعف قدام لعيبة أهلي أو زمالك أو واحد في الجهاز الفني لأهلي والزمالك عكس أي فريق تاني يعني الفريق تاني بسهولة جدا تقرف تروح تشخد فيه تعرف تديله كارتة أو تطرده لكن الأهلي والزمالك بتقلق أو بتفكر من الجماهير لا حضرتك دي شخصية الحكم طبعا ده في الأول في الآخر أنت بتحكم لألوان فلنات بغض النظر عن اسم النادي احترامنا لهم كلهم أنا جاي القاضي بيطبق قانون وأنا كحكم بيطبق القانون على الكبير والصغير القاضي مثلا هيقولك ده قضية كبيرة أو قضية صغيرة لا بيحكم بالورق والأدلة والمستندات بتاعته أنا كحكم كده دي حالة تحكمية أنا بحكم بقى على الحالة التحكمية ماليش علاقة بلون الفلنا ماليش علاقة ده أهلي ولا زمالك ولا مصر ولا اسماعيلي ولا ليه علاقة بأي حاجة الحالة أنا بتعمل عليها بتحاسب من اللجنة على الحالة مش بتحاسب على لون الفلنا ولا خاف لا لا أنا حالة تحكمية بتعامل معا طيب ليه بشوف وقت كبير جدا في الحوار يعني لما ييجي لعب يعترض على حكم أنا دلالت بكلمه بشكل عام مش عليك أنت تحديد يعترض على حكم تلاقي في حوار خد وقت طويل المدرب بيعترض على حكم ياخد وقت طويل عكس ما بتشوف في أوروبا انت بتروح تدي الكرت و تمشي خلاص الموضوع خلص غالبا أصلا مش في حد بيعترض عليك بس لو حتى حد اعترض عليك بتدي الكرت و تمشي هل الحكم في مصر مش محمل حماية الكافية حيث أنه مش محمل حماية كقوانين وكعقوبات على اللعبين والأجهزة الفنية دي رقم واحد حضراكا قلت الإجابة لو في عقوبات على اللعيبة والأجهزة الفنية عقوبات راضعة ما حدش هتكلم انت برا اللعيب عارف هو لو خد انذار هيتخصم منه قد كده المدرب لو اضطرد هيتخصم منه قد كده فبيبقوا هما ده اللعيبة البروفيشنال اللعيب في الدولة الانجهزة لو خد طرد وقف شوية في الملعب بيتوقف بعد كده كثير بالزبط انا بلو حتى دول اللعيبة البروفيشنال بعارفين إيه ليه وإيه عليه صحيح فبيبقوا وأكتر حاجة يعني بتبقى عقوبة جامدة على اللعيب لان انت تخصم منه لان ده أكل عيشه وده مرتبه فلما يتخصم منه فلوس كتير هتأثر عليه فطبعا بيبقى ملتزم صح مؤكد يعني حتى والتحد الكرة كمان لازم يبقى ليه دور كمان طيب هذه الأزمة أو مش الأزمة هذا الموضوع الكبير موضوع الفار من ساحة ما دخل مصر وكل شوية الناس تقولك الفار عندنا لا يطبق بالشكل الأمس الحكام بياخدوا وقت طويل جدا عبال ما بيسمعوا للفار بناخد وقت كتير وده واقع بقى انه عشان نحسم لقطة ممكن ناخد تالة أربع دقايق أو خمس دقايق عكس بره انه الحكام بيصفر يسمع الفار يروح يشوف الشاشة كل ده بيخلص في ثواني ليه بناخد وقت لحد دلوقتي أنا عزي أقوله حكا احنا دي تاني سنة دينا في الفار صحيح أوروبا قعدوا خمس سنين يتمرنوا على الفار أول سنة يعني الدوري الإنجليزي قعد سنة كاملة يلعب أوفلاين يعني يلعب أوفلاين يعني في حكام بتبقى موجودة حكم بيبقى في الملعب بيبقى وراء الحكم الرابع وفي غرفة الفار فالحكم اللي بيبقى وراء ده براء ده ده بياخد نفس القرارات اللي الحكم بياخدها فلو فيه غلط هم في الفار بيكلموه بيروح يشوفها في الشاشة إحنا لسه أول سنة كان فيه أخطاء السنة دي الحمد لله إلى حد ما الوضع يتحسن لأن كل ما أنت بتشتغل كتير بتاخد خبرات بيبقى فيه سرعة وفيه برضك مشكلة تقنية ايو اخد بالك يعني أنا مثلا أنا عندي الحالة أقولي الأوبريتور أنا عايز الحالة دي يقولي الكاميرا مش موجودة الزاوية مش موجودة فأنا أحاول أجيبها من كذا زاوية فده بياخد وقت طبعا وغير كده بيبقى سريع فيجهز لللقطات اللي أنا عايزة على طول فما بتاخدش وقت فدي برضك يعني مهارات فردية مهارات فردية وفنية طبعا في زاوية كاميرات ما بتبقاش موجودة ما بقدرش أحددها صح فكل ده فأنا بقى إيه عشان أجيب مثلا الزاوية بتاعت خط المرمى مثلا فما فيش كاميرا بتبقى على خط المرمى فأنا أحاول أجيبها من كذا زاوية فكل ده بياخد وقت لما الفار اتطبق حسينا شوية وده رأيي ناس كتير أو المتابعين للتحكيم حتى المتخصصين يعني إنه الحكم في الملعب بقى يقول إيه لما الفار يندهلي أنا أخد الكراري السلمي أنا أخد الكراري الأهد اللي هو مثلا إيه أنا شايف ضرب الجزاء بس الأحسن ما أحسبهاش لما هو اللي يقولي أحملها للناس بتاعت الفار لا مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده لا مفيش الكلام ده أنا بلعب إفرد حديرك دلوقتي الفار مش شغال وحصلت معي أنا في البطولة الفار مش شغال في كاس الأمم في كاس الأمم اتعطل كابل الكهرباء ضرب في الملعب في دورة 16 بلعب غينيا وجامبيا من الديئة 38 من الشوت الأولاني الغاطي ديئة 15 من الشوت الثاني هتعمل إيه لو حصلت حالة تحكمية هتعتمد على الفار ولا تعتمد على نفسك على نفسك لأ إحنا بننزل كأنني معايش فار إفرد الفار يتعطل حصل أي عطل تكنولوجي فيه إنت هتعمل إيه هتزلم الفرقتين لا طبعا فأنت بتحكم كأنني معاكش فار وبتحاول إلى قدر على قد ما تقدر اللي أنت تكتهد وتخلق لنفسك زاوية رؤية عشان تشوف لو في لعبة بقى صعبة قوي خلاص بقى دي يعني خرج عن قراتك يعني دي بقى دي بقى الفار هو اللي تتحكم فيها بس طيب حصل دايه في الدولة المصرية يعني حصلت حد قالك إيه خد بالك إن الفار مش ها حصلت كتير في البداية في البدايات كانت بتحصل كتير اللي هو الفار مش معاك ما تعتمدش يعني يعني ما تستناش منه بالزبط ما نقول لحدك انت كده كده رايح تلعب من غير فار يعني تعمل شغلك كحكم وحكم مساعد اللي أنا أخد قرارات أنا بنفسي وأخد تأكيد بس من الفار افرد الفار مش شغال هتعمل إيه فأنت لازم كل قرارات انت اللي تخدها بنفسك وتعتمد على نفسك ما تعتمدش على الفار الفار لما اتطبق ده مفيد لك كحكم ولا حاسس إنه بياخد منك شوية ما هو الفار بقى ليه كرارات دلوقتي لا والله بالعكس ده أنا دلوقتي بلعب ضده كمان لأنا حاول اللي أنا أخليه هو اللي أكد علي مش أنا اللي أكد منه حلوة جبلة أطبعا لأن انت دلوقتي الفار انت الحكم لما بيروح للفار كذا مرة يعني الفار هو اللي بيحكم مش انت أيوة فأنا كحكم هنا دوري فيه لا أنا أخد هناك قرارات والفار يأكد علي طيب من الحاجات الملاحظة جدا في الدولة المصري تحديدا إنه الحكم يكون بيشاور على السماء أنه بيسمع الفار واضحة يعني خلاص والله تي بيستنى أو أنت أقفت اللعب عشان بتسمع الفار ألاقي مثلا نتعت أربع خمس لعيب رايحين يعترضوا وبيسرخوا فأنا أنا أعجب بفر أقول لأ جماعة ما هو راجب بيقول لكم بيسمع الفار يعني هيعمل إيه هي المشكلة اللعبة تقول لك يا كابتن كلم الفار ما أنا بكلمه يا جماعة يعني ده العادي إنت بيبقى موقفك إيه في اللحظة أو أنت بتقول إيه للعيبة لأ أنا باتكلم بقى وحطي إيدي كده ودي الحركة بتاعتنا إلا أنا استنى خلاص استنى أنا باتكلم الفار ما جيتش في مرة قلت له يعني ما قلت اللعب من اللعيبة مثلا إنت مستني مني يعني مش لأ ما أنا بقوله بقول له أنا باسمعه اسكت عشان اسمعه باسكت عشان اسمعه في لعين مرة اضطرد تدي انزار لما قاعد يعترض عليك وانت بتسمع الفار لا ما حصلش ما حصلش طيب أسألك سؤال بشكل عام هل أنت وأسألك أنت تحديد هل أنت ممكن والسؤال لا تسأل قبل كده الحكام في إنجلترا كنت أفرج على مرة الحلقة كده عملها جيمي كاريجر وجالي نيفل مع الحكام حكام دوليين إنجليز ممكن في لحظة من اللحظات في الملعب تتعاطف يعني تقول مثلا الفرقة دي قصر قولي لي خسرانة خمسة ومترود منها لاعب فمش مستهلة يعني خلاص الروح القانون زي ما بيقولوا لا أنا بطبق قانون ماليش دعو ماليش علاقة ماليش علاقة النتيجة كام ماليش علاقة الفرقة دي كذبانة خسرانة مطرود منها واحد اتنين أنا بقول لحضرتك أنا دلوقتي بتعامل مع حلات حكمية أنا دلوقتي تعاطفت مع فرقة زي ما حضرتك بتقول ومتردتش لعيب مثلا أو حسبت لكر الجزاء ليهم أنا اللي هتعاقب في الأول في الآخر اللجنة تقول لي انت حسبتي دي ليه غلطة في غلطة عندك بقت غلطة أنا ماليش علاقة بالنتيجة وماليش علاقة بأي ده بالعكس أنا كلما المطشات أو المطشي بيبقى النتيجة عالية كلما تركيز يبقى أعلى لأن الفرقة التانية قلاص يعني بتبقى مستسلمة أخطاقها كتير بيفقدوا تركيزهم بيخرجوا بره الجيم بسبب النتيجة الحالة النفسية بتاعتهم بتبقى صعبة فأخطاقهم بتكتر فأنا لو تعاطفت معاهم أنا اللي أخطاقها هتكتر وأنا اللي هتوقف طيب لو سألت لعيب كورة إيه هي المباراة اللي انت متحبش تفتكرها أو المباراة اللي انت تحب تفتكرها هيقول لك هيقول لك المباراة دي ما قدمش فيها كويس زي اللعيب ما بيقدمش كويس المداري ما بيقدمش كويس والحكم ما بيقدمش كويس كمان كلنا مطش في الدرجة التانية مطش في الدرجة التانية كان مين ومين لا مش فاكره مش فاكره بس هو فيه مطش في الدرجة التانية بس لات معاهم مشكلة ما أحبش أفتكره حاسيت إنه كان عندك أخطاء مطش تفتكره وتقول لو خطأ إداري مش خطأ فني خطأ إداري منك كان في المباراة طيب مباراة تفتكي لها دايما تقول دي من أعزم مباراة اللي أنا قدرتها يعني تحطها في السيبيل بتاعك تقول أنا مباراة دي كاية فيها ضغط وفيها صعوبات وفيها أمور كتيرة في 2018 لعبت في الدورة التونسي ساعة التوأمة لعبت الترجي والنجم في رادس في وسط 80 ألف متفرج دي من أحسن المشاط في حياتي يعني وطبعا الأهل والزمالك الدورة التانية السنة اللي فاتت الأهل والزمالك لما بيجوا يلعبوا مع بعض وتشوف حكم أجنابي هو اللي جاي دي المرة بحزن بتحزن طبعا لأنه هو مش أهل مني مش أكتر منك مش أكتر مني أكتر مني في إيه واحنا بنلعب للأهل والزمالك بس ما بنلعب لهمش مع بعض والحمد لله يعني حضارك شفت السنة دي والسنة اللي فاتت ثلاث حكام مصريين اللي عبوا أهل والزمالك الحمد لله ما كانش فيه أخطاء يوم بقى مطش الأهل والزمالك اللي انت قادرته المباراة الصعوبات اللي فيها التفاصيل اللي فيها ما وفيه شده وجذبه وفيه تفاصيل كتيرة وفيه نتيجة وفيه أهداف تعملت إزاي مع المباراة دي لا وفي الصراحة اللعيبة كانت ملتزمة جدا كابتن فرقه شكبالة ومحمد الشنوي وإحنا في الممر قالوا يا كابتن أمين ما تخافش من حاجة احنا هنساعدك مين طارق حامد وشنوي لأ شكبالة كان كابتن فرقه وشنوي هم قالوا لك كده هم قالوا كده فدي أنا نزلت مركز بس في المطش اللعيبة نفسها مركزة في المطش مش مركزة مع التحكيم مش مركزة في أي حاج غير اللي هم يلعبوا كورا دي جملة عظيمة فده أه طبعا أنا مراسمع الكلمة أه طبعا لأ حتى البنا مطش بتاعه نفس الكلام محمد عادل نفس الكلام اللعيبة نفسها والأجهزة الفنية بتطمنك لأني طبعا كانت أول مرة وأول تجربة لحاكم المصري حاكم ألو زمالك في الدوري منذ فترة كبيرة فهم طمنون اللي انت إلعب وما تخافش من حاجة يعني احنا مش نعمل لك مشاكل صحيح فطول ما اللعيب نازل يركز في المطش بس هتبعى طراداته قليلة انت كحاكم هتركز في المطش بس مش هتركز بقى وستديره حقب اه بالزبط اه انت لو شبتني مركز معاك انا هتديك الأمور الفنية مش هركز بقى ايه يعني اعتراض ولعبة فوتني لا لا خالص انا ركز في الملعب بس زي ما انت مركز في الكرة بس انا ركز في الحالات بس عظم جدا كابتال عمينة عمر انت شرفتني ونورتني انا تشرفت ودائما مشرفنا على طول ربنا خليك حريص انا تشرفت بحضراتك شرفت ونورت ربنا خليك دا كان ختام حلقاتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بكل فقرات الحلقة النهاردة اشوفكم يا رب على الفيديو موسيقى